أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء في الدول في السعودية والإمارات وقطر وهو ما يصهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية وكذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة سواء في قطاع البنية التحتية أو المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل وذلك في ضوء تدعية الأزمة الروسية الأوكرانية كما تبع رئيس الوزراء موقف حزم التمويل أو حزم التمويل المختلفة وكذا اتفاقات التمويل الميسر مع شركاء التنمية